موسيقى من التراث إلى التجنيس التطبيع المستمر ومنهم من يقولوا إذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقط المعابر والمنافذ الحدودية يموت حماري ولا ينتفع جاري ابقوا معنا موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم تقبل الله أعمالكم أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج خارج الحدود من التراث إلى التجنيس التطبيع المستمر هذا المشروع الخطير الذي كنا قد حذرنا منه مرارا أخواني أحبائي ما تحدث عنه ما تحدث عنه وبه الأخ السيد محمود المشهداني نحن تحدثنا عنه سابقا وهذا هو المشروع بس الشيء الجديد والمهم اللي أضافه الأخ محمود المشهداني طبعا طبق معلومات وطبق تقارير ودراسات وبثل ما احنا نطلع على هذه التقارير وهذه الدراسات ومراكز الأبحاث اللي دائما أنا أدعوكم إلى متابعتها وأنا جاي أنقل عنها وأحاول أن أجعل هذا البرنامج توثيقي استقصائي أخليه يضج بالفقرات التي تنقل عن هذه المراكز وعن الصحوف واعترافات رسمية لمسؤولين في الإدارة الأمريكية الفوائل السياسيين الذين يعملون في العملية السياسية ما يصدر عنهم خصوصا يعني بالنسبة إلى شخصية مثل السيد محمود المشهداني وعلاقته بالمكون السني ومعرفته بتفاصيل التحالفات هناك في الأنبار فالموضوع يحتاج إلى التجديد أو الإحادة والإحاطة مرة أخرى وأن نذكر بأن مشروع التطبيع قائم ومستمر ليقشمركم ليقشمروكم حكومة أغلبية وحكومة ولا شرقية لا غربية بغض النظر عن النوايا جهنم مليئة بأصحاب النوايا الحسنة جهنم مليئة بأصحاب النوايا الحسنة ونحن مأمرون بأن نقدم النصح وننصح أنفسنا وننصح الآخرين لا يقعوا في هذا الفخ يعني شنو مثلاً إن كانوا ولاؤهم أيضاً هذا الموضوع على فكرة مو جديد يعني هذا طرح من أو علين موضوع الانتصار على داعش 2017 وبدأوا شوي شوي يروجون إلى مسألة عودة اليهود العراقيين ومنحهم الجنسية وإعادة طبعاً هي الجنسية وسقطت عنهم إعادة هذه الجنسية لهم هناك البعض يعتقد أو يقول هكذا يبرر قبوله بفكرة منح الجنسية مرة أخرى لليهود العراقيين بأنه إذا كان ولاؤهم للعراق يعني ولائيين وهذه التهمة أيضاً توجه لأنه دائماً يقولون أنتم ولائيين أشو اليهود العراقيين من يصيرون ولائيين يصيرون زينين ولازم نعطيهم الجنسية العراقية أنا لا أتحدث عن موضوع الديانة ما أتحدث عن شريعة ما أتحدث عن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ما أتحدث عن هذه الفكرة لا لا نتحدث سياسة بس خل نجي نحتي سياسة السيد المشهداني تحدث عن تجنيس خمسمائة ألف يهودي عراقي تعالوا شوفوا اليهود العراقيين وين متجمعين وين متكدسين 2003 لحصائيات الرسمية ب2003 يقولون كان عدد اليهود العراقيين الموجودين في العراق يعني لا يتجاوز المئة يهودي لكن عدد اليهود اللي موجودين في فلسطين المحتلة هم بحدود 450 ألف طبعا الآن ازدادوا بالتأكيد هذا الحدش 2003 فالسيد المشهداني بالتأكيد يقصد هؤلاء ليش لأن اليهود الآخرين في 2003 كان أكو تقريبا 15 ألف يهودي عراقي في الولايات المتحدة الأمريكية الآن طبعا عددهم أكثر وحصلوا على الجنسية الأمريكية في بريطانيا هنا في المملكة المتحدة كان يتواجد أكثر من 6500 يهودي وبالمناسبة اليهود الموجودين هنا وأنا أعرف بعضهم يعني ناشطون بشكل فعال في موضوع التطبيع في موضوع التطبيع وتمكنوا عبر دبلوماسية الدولمة الدولمة العراقية وتشالغي البغدادي والتراث العراقي أن يؤثروا في عدد من النخبة العراقية الموجودة هنا في بريطانيا وهؤلاء الآن يعني عندما نتحدث معهم ونقول لهم يا بتر أنتوا التقيتوا بالموساد أنتوا ما التقتوا بيهود عراقيين عاديين يقولون وإذا وشو المشكلة ويعترفون لأنه هناك ثبوت بعد ذلك أن هذه البيوتات التي يجتمعوا فيها العراقيون على أنغام تشالغي البغدادي ويعزمهم فلان وفلان لأكل الدولمة العراقية بعدين يسووهم جواسيس أو يسووهم مطبعين وينكسر هذا القبح في مسألة أن يلتقي العراقي بموساد إسرائيلي ولو كان يهوديا عراقيا وتعرفون العراقيين في الكيان الصهيوني لهم وجود كبير وجود كبير واليهود العراقيين حتى عندما كانوا في العراق أنتوا تعرفون أنه أول ملكة جمال في تاريخ العراق عام 47 كانت هي رينيه دنكور اليهودية العراقية يعني شوفوا شوينا نحكي على موضوع القوى الناعمة شلون يتم التأثير بالمجتمع العراقي وتعرفون كذلك كان هلالك ستوديو بغداد السينمائي تم تأسيسه عام 1948 من دخله السينما العراقية السينما إلى العراق تقول لي شنو المشكلة أقول لك لا ما هناك مشكلة بس هي هذه الوسائل المشكلة شنو مو مشكلة أن يتم انتخاب ميديكة جمال مو مشكلة أن يتم تأسيس بركز أو ستوديو للسينما العراقية المشكلة أن تستخدم مثل هذه الأدوات الناعمة في عملية الغزو الثقافي وفي عملية انهاء المجتمع العراقي وجاني تشوفون أنتو الآن يعني الموضوع تجاوز الجانب السياسي إلى الجانب الثقافي إلى الجانب الديني إلى الجانب العقائدي بس على أي حال احنا قلنا سابقا قلنا أن صفقة القرن التي كان ينادي بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هي قائمة ومستمرة هو ما موجود بس هم هم هناك هم لا يشتغلون أفراد يشتغلون مؤسسات وحتى الرئيس الأمريكي الحالي هذا يؤمن بموضوع الفدرالية وتعرفون الفدرالية التي تقوم على الأقل من وجهة نظره هو بايدن كتب ذلك في 2006 ولشر وحجة على ثلاث قوميات أو ثلاث مناطق الغرب للسنة والأكراد في الشمال والجنوب والوسط للشيعة للشيعة صفقة القرن كانت تقوم على توطين الفلسطينيين وتوطين الفلسطينيين بالمناسبة أيضا هو يعني بغض النظر حتى عن موضوع واحدة من أهدافه مو بس موضوع انهاء القضية الفلسطينية التي تحولت الآن في وسائل الإعلام إلى ما يسمى بالقضية الإسرائيلية لا لا صفقة القرن المطلوب منها هو إيجاد تغيير ديمغرافي في العراق بس الأخ سيد محمود المشهداني أشار إلى الانتخابات وحنا احتينا إلى موضوع الانتخابات واحتينا إلى أن تغييب القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس كان يصب في هذا الإطار إيجاد خلأ خلأ إضعاف الحشد الشعبي تدمير الحشد الشعبي الإساءة إلى المرجعية العليا الإساءة إلى الجمهورية الإسلامية وذلك ثلاث موضوعات سأتحدث عنهم بالتفصيل في المحور الثاني والثالث أيضا الأمور مترابطة في قضية محاربة هذا الثلاثي الثلاثي مرجعية عليا حشد شعبي علاقة مع الجمهورية الإسلامية طبعا تغيب القائد سليماني في البين هذه كلها عوامل توقف مشروع التطبيع وتجهضه والمفروض شنو يصير انه ذل التلاثي غيبا من الساحة فإذا المشروع التراث وجاي تشوفون بالكردستان وبأماكن أخرى الحديث عن الترميم ترميم القبور المراكز التراثية يعني أشياء كثيرة طبعا تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وهناك تحالف دولي تحالف دولي غير عسكري شغلته مثل هذه الشغلات موضوع الترويج للتطبيع عبر إعادة بناء أو الحفاظ على التراث اليهودي في العراق لعبة خطيرة احذروها ولدينا حولها كلام كثير إن شاء الله مستمر أنقوها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين أحباي يعني احتج فلان أو احتج فلان أو صدر الحزب الفلاني أصدر بيانا استنكار ما يجري من ترويج للأفكار المنحرفة في المجتمع العراقي هذه لا توثر المفروض موقف صحيح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له درجات وأنا أود هنا أن أشيد بقرار لنقابة الفنانين العراقيين لمنع شخصيتين من الظهور الإعلامي وإحنا كنا تحدثنا عن هذا الموضوع في الحلقة السابقة وقبلها فإن كانوا هم شايفين حلقتنا فشكرا لهم وإن لم يكونوا فأيضا شكرا لهم بس هذا لا يكفي العملية جارية مثل التطبيع هو شنو التطبيع التطبيع المرحلة النهائية بس قبل ألاسفكم مراحل من ضمنها التطويع الثقافي التطويع ال انهيار القيم موضوع انهيار القيم يا أخواني ويا أخواتي هذا مشروع خطير قاعد يشتغلون عليه هسه شي يقول لك يا بالمرجعية وين هي وحنا جعلنا سابقا قلنا هذا الثلاثي المرجعية الحجب الشعبي وإيران قل لي شو ذا الربط قل لك الربط هو هنا هو هذا المقتل وهنا مقتلنا هنا هذا مربط الفرسي إيران لأنها تدعم العراق ودعمته وأدى الأمر إلى إيجاد الحجب الشعبي وجهضة عسكريا مشروع داعش اليوم مشروع فكري خطير المرجعية صاحبة الفتوى انتو شفتوا من 2017 المرجعية كانت تحكي وما أحد كان يسمع كلامها في البداية كانوا يسمعوا بس بس حجة المرجعية لبوا كلامها لبوا الفتوى كان الوعي عاليا زين ليش هذا التدهور في موضوع الالتزام من صائح المرجعية انتم تعرفون المرجعية ما حجة عن موضوع التطبيع وما حجة عن موضوع الانهيار الفكري والقيم والأفكار المنحرفة بس حتى ذاك اليوم في موضوع خمسة على الشعبان ولادة الإمام الحجة عن جل الله تعالى فرجه الشريف المرجعية قدمت نصائح المرجعية موعدها جيش ومعدها محكمة ومعدها قضاء حتى تحاسب وتفرض رأيها المرجعية تنصح وتقول أنا ناصحة أقوم بعمل إرشادي سمعتوا كلامها لا السياسيين سمعوا كلامها فقالت بحة أصواتنا ولا ولا الشارع سمع كلامها زين المرجعية الآن أغلقت بابها طلعتوا مظاهرات قلتوا تطالبون المرجعية مثلا بيّنتوا عن حرصكم واهتمامكم بالمرجعية لا المرجعية قالت نغبوا إلى صلاديق الانتخابات دعت الانتخابات مبكرة حتى لا تبقى الفوضى بالشارع ولا يبقى المندسون والمخربون في مضاهرات تشرين يحرقون ويفعلون وماكوا دوام وبعد ينتبين من وراه الموضوع وقالت يا أبو روحوا للانتخابات انتخبوا بوعي أكثر من 80% لم يذهبوا واللي انتخبوا انتخبوا وعدهم بزعل من فلان وزعل على أي حال احنا يجب أن نحاسب أنفسنا مو بس نقرأ اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله والله هذا الدعاء يجلدنا كل يوم هذا قرأنا بعدين هو مو بس نقرأ بس وأنحقني بعبادك الصالحين بس وارزقني صحبة الكرام لغير بالفعل غير نفعل ذلك الله يشوف عندك إرادة للتغيير يغير يساعدك وما يشاءون إلا أن يشاء الله هذا هذا مو معنا إحنا قدرين لا نشاء لازم نريد التغيير فيساعدنا أن الله يهدينا إن الله يدافع عن الذين آمنوا واهتدوا يهديهم وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه مو هذا المرجع 24 ساعة كان يصيح تعالوا شوفوا أنتو يعني مراجعة بسيطة من 2017 لخطابات المرجع الأعلى وشوفوا شويتوا بعدين تعالوا قولوا المرجعية وينها بشقد المرجعية حذرت من أولئك من أن تستمعوا أولئك الذين نصبوا أنفسهم معلمين ومصلحين وحددت شروط الإصلاح تبعتوهم بس تجون والله أفكار منحرفة في أماكن معدد مو بسباب إلا في البصرة رو عشوفوا مقصر رو عشوفوا أماكن مختلفة دعوات لهدم الأضرحة وتقولوا لا المرجعية حاتش ممثليها حاتش بس مو بس يعني شو تيدول للمرجع يصير رادود 24 ساعة لازم كل ما تطلع شغله وقت تتكرر لازم يطلع يصد دربة يعني ويطلع يحتي وين الممثلين وين الوكلاء وين علماء الدين الآخرين أنا يحضرني هنا موقف لسماحة المرجع الراحل الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم ويشهد الله يشهد الله على ما أقول هو موجود عندي يعني وثيقة تثبت وذلك كاتبت من باب ليطمئن لتطمئن نفسي كاتبت عن هذا مشروع طرح المرجعية العربية وسألت والله وأنا أعرف الجوام لنفسي حتى تتقوى عزيمتي عندما أدافع عن المرجعية سألت قلت لسيدنا يقولون أن سماحة السيد أحمد الصافي خارج الحدود نحكيها لحد يزعل يقولون أنه هو من دعاة المرجعية العربية وأنا بالمناسبة أعرف ذلك مصحيح أنا أنا شخصيا فقال لي سماحة السيد الراحل الكبير قدس الله نفسه الزكية حبة صعيد الحكيم قال لي يا ولدي أولا دافع عن يعني قال لي شو نصدق هذا الكلام قال لي سيد أحمد الصافي رجل متقي يعني نفع جملة وتفصيل قلت لزين المرجعية ليش ما تحتي ليش من باب أنا أنا والله أعرف المرجعية ليش ما تحتي وهي يعني وضعت لنا الخطوط العريضة قال لي المرجع الأعلى سماحت المرجع الأعلى بكل احترام ذكره حتى ذكر أولاده وصفهم بالمراجع قال أخو عنده المرجع محمد رضا عنده المرجع محمد باقر عنده وكلاء يحتيون قال بعدين احنا شنو شغلنا احنا هو هو بنفس كلتنا نحتي ونشتغل لا تطالبوا المرجع الأعلى لا تسألوا عن أشياء تبدلكم تسؤكم هسه صارت صالات الغناء وصالات المساج متروسة في كل مكان بين صالة وصالة صالة فلمصلحة من تثار هذه الفتن النوعية الآن ليش الآن وأكو حكومة بعضهم يقول حكومة تصريف أعمال بعضهم يقول لا هاي حكومة بالنتيجة الآن احنا هاي الحكومة نفسه التي انتجت بعد الانتخابات من المستفيد من إثارة مثل هذه المشاكل الآن منو منو لماذا يتم دائما تصدير المشاهد السيئة والشخصيات المغمورة عبر القنوات الفضائية ليش ونالك تعرض مباشر للنجف والمدن المقدسة ودائما نكرر ونقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض من رضيت بهتك قدسية كربلاء الآن يجوك هي تكون قدسية النجف ويريدون يشيرون الأضرحة الأضرحة كلها يشيروها رسول الله صلى الله عليه وجاهلة ناس جاهلة هذه هذا انتشار هم يعني المشكلة أن حصوننا مهددة من الداخل ماذا قد يحتينا بيها يجون ينشروا لك الواهبية في صفوف الشيعة في صفوف الشيعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا حديث ثابت ومعروف قال ألا وإني قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها ترقرق القلوب مو بس طبعا الحكومة مسؤولة لكن يجب أيضا تشكيل خلايا نوعية منظمات مجتمع مدني تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحاسب هؤلاء عبر القانون عبر القضاء أنا شخصيا نحن عن نفسي والله كنت سعيدا عندما توعدت وزارة الدفاع بمقاضاتي لما فهم خطأ أنني أوهين أو أسيء للجيش العراقي هذا الموضوع ما أريد أن أتناوله هنا لأنني أنا كنت أتحدث عن جيش صدام بس سعيد أن الأمور تترك يعني القضاء يجب أن أيضا القضاء يجب أن نحافظ عليه أنتوا أيضا استخدموا القضاء هاي الإساءات للحجد الشعبي مهي هاي الثلاثية إذا ما تحافظون عليها ينهار كل شيء المرجعية المرجعية الحجد الشعبي إيران العلاقة مع إيران وعدنا في المحور الثالث أيضا سنتحدث عن موضوع المعابر والجوار بيننا وبين إيران يجب تروح بعض القنوات وبعض المواقع وكثير منها الملتزمة تنشر صور ذني البنات والله فرحة نقابة الفنانين أوقفت وليش تنشرون صورهم ليش تكرون اسماهم شنو ذولي والفنانين روحوا حاسبوا روحوا طالبوا نقابة الفنانين اقصاء هؤلاء شنو نقابة الفنانين شوفوا مصر اشترهم تشتغول وكم مرة كررت لكم عن مصر تجربة مصر ها مصر مصر اللي هي أم الفن وأم الفنانين وقلت لكم مسلسلات ومطربين تمنحهم نقابة الفنانين بالقضاء من الظهور هناك في تلفزيونات ينجي أحنا في تلفزيونات يطلعوهم لا لا استخدموا القضاء وفعلوا القضاء ومن يزعم أنهم يعني يريدوا الاصلاح من الكل إذا أكو فراغ قانوني أكو نقص قانوني سنه قوانين مسألة القضاء يجب أن يكون هو الفيصل وقبل ذلك يجب أن تحترم المرجعية ولا يساء لها وقال لي بعدين بيوتكم ويفلشوا مو بس الأفرحة أبقوا معنا ترجمة نانسي قنقر 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 المعابر والمنافذ الحدودية يموت حماري ولا ينتفع جاري يعني مع كل الأسف مرة أخرى نتحدث عن قضية واضحة للعيان لكن مع كل الأسف أكو ناس ما يريدون لأن عندهم عقدة من إيران وهاي العقدة هي فكرة بعثية بل حتى ليست فكرة بعثية محظ بعثية لا بعث أوكي خلى هناك عداء إلى إيران منذ زمن الشاه وطورها صدام حسين من أصبح رئيس للجمهورية وشن الحرب على إيران وحقق هدف كبير لق السفين بين العراقيين والإيرانيين وخصوصا بين الشيعة في العراق والشيعة في إيران ولهذا شفتوا أنتوا إيران بره بره وأظمهم شيعة صح هناك دواعش سنة تكبرون بالموضوع فستشوفوا حتى يعني في المناظرات التلفزيونية الدواعش أو ضباط النظام العراقي السابق الذين حاربوا الجمهورية الإسلامية والذين شاركوا في غزول الكويت والذين شاركوا في عمليات الأنفال 183 ألف شهيد والذين شاركوا في حلبشة الرقم المعلن خمسة ألاف شهيد العدد هو بدون 11 ألف أنا كنت في حلبشة صحفي وغطي تلك الجريمة البشعة والذين شاركوا في التعذيب وفي قتل المؤمنين وفي المقابر الجماعية وفي قمع الانتفاضة وفي الاعتداء على حرم الإمام الحسين الكثير منهم موجودين في أربير ويطلعون الآن بعنوان محللين سياسيين ويدفعون باتجاه إيجاد أو تكريس ما يسمونه بالانقسام الشيعي من بعضهم علنا على التلفزيون يهدد يهدد مو يهدد يعني ماكوا يقولون القرعة تتباهى بشعرختها لا يهدد بالشيعة وهو من دواعش السنة ما نقول سنة هذا محمود المشهد أني سنة بصراحة عن خطر التطبيع وحدش عن مشروع تفتيت البيت الشيعي وحدش عن هدف الانتخابات التي تم تزويرها هذا اللي أحنا نحكي واللي أثبتت الوقائع بس هدولي قاعدين شي يقولون خلي استلم الحكم خلي استلم السيد مقتدل هم هم يقولون أنا أحكيكم كلامهم أنا وراح نشوف شينسوا بيكم الله يريدون شيعي يحارب شيعي يريدون قادسية صدام جديدة والحكومة بس أنا أريد نفترض حسن النية ما أريد نقول أكو أجند وما أريد نقول ما أحد واشنطن هذا ما أحد واشنطن بس راقبوا وشوفوا أسست تل آيباك مارتن أنديك أبو صاحب نظرية الاحتواء المزدوج سابقا عندما كان صدام برئيس السلطة احتواء مزدوج بين إيران والعراق بعدين مارتن أنديك صاحب نظرية احتواء الشيعة الشيعة العراقيينها ودارك الأخضر ومنها السوالف أقول نفترض حسن النية عندما أغلق السيد مصطفى الكاظمي المنافذ الجنوبية والوسطى أبقى على المنافذ الشمالية ليش ليش حسن ما أردع تشيركم عن منفذ جريشان بس حطوا ببالكم السيد مصطفى الكاظمي أغلق المنافذ الجنوبية والوسطى وبشفتوا من انفتح منفذ الشلامتا شوية منزلة الأسعار بشكل هائل ليش زي ليش البيتنجان والطماطئ أهلي البصرة أهلي أهلي اللي ما بيخير الأهلي ما بيخير الوطن ما بيخير الشعب وأهلي دولي أهلي أنا بصراوي يشتروني مثلا هو جاي من كردستان من إيران عبر كردستان ولسه ما يجيبه من المنفذ الشلامتش وانتو يا القوميين اللي تدعون القوميين وعرب موذولي الشلامتش صفها خرمشار يعني نم حمرة والأهواز وهو العرب عرب عرب يا ناس وشيعة يعني أنت ما تريد وتقول والله أنا أريد حافظ على المنتج يطلعون يطلعوني كم واحد يروجون يروحون يفترون يسولهم بلتيقة على قولة البعض أفلام مفبركة يروح يزورون مثلا أسواق شعبية ويسيلة المواطن من وين شي يفضل يقل لي يفضل السلحة العراقية وإن كانت أغلى طبعا كذب صح لخدمة المنتج العراقي يا أبي على العين وعلى الرأس بس موطلعوا بمظاهرات وفضحوكم مو معنا تفضيل لا يكاتلهم الجوع جاي تكتلوهم بالجوع مثل هذا اللي والله عند حمار ويشتغل عليه جارة مرة مرتين سئلة قال لعمي بلك تساعد تطيني يعني حمارك أحمل بعض الأشياء يدعو على حمارة يموت لا ينتفع جارة وهذا الشيعي مسلم عربي حتى لو مو عربي تشعبو قال عنهم رسول الله لو كان العلم في الثرية لو كان الإيمان في الثرية لو كان الإسلام في الثرية لناله رجال من قوم هذا وإشار إلى سلمان مو القرآن يقول وإن تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم مو هم الإيراني يساعدون وحس يا عالم يا المنافذ الشمالية المفتوحة هو بزعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني السيد مسعود البارزان يقول لو لا قاسم سليماني ما سقطت أربي وكانت إيران أول كانت إيران أول من ساعدنا وحتى نائب رئيس المجلس الفعلي رئيس اللجنة الأمنية والسياسة الخارجية في البرلمان السابق السيد حاكم الزاملي هذا يوم قال قال سقطت بغضاد وقماحدنا كل شي لا أعتاد ولا أسلاح والله قاسم سليماني بس من باب يعني ما جاء أفهم لا عروبة لا شيعة لا إسلام لا أجيرة أريد أحارب إيران اقتصاديا لا تستفيد وهي يراقب وذول الناس مساكين مزارعين لازم أجوع شعبي وطبعا أخلي منفذ جريشان مفتوح اللي ما يعرف منفذ جريشان خلي أخلي فرق على الحدود العراقية الكويتية من طرف البصرة هل يقعد هناك ويراقب الأعتدة والسلاح والقوات اللي رايح أخري مري الأمريكية تيجي هم إلى بغداد وهم يتروح إلى أربيل وهم يتروح إلى سوريا وأنتو عندكم سيادة وأصحاب السيادة ولا شرقية ولا غربية بس ضد الجمهورية الإسلامية يصير لو ما يصير وأنتو تلاحظون في ظل هذه الأزمة عفوا هاي مخلفات حلبشة الكيمياوي كيمياوي صدام في حلبشة في ظل ارتفاع الأسعار وهذا الجنوب اللي يجوعه مجلس الوزراء يناقش مجددا في جلسته الماضي إحالة مشروع الأنبوب العراقي لأردوني إلى الشركة الصينية بكلفة 9 مليار دولار لا أدري حكومة تصريف أعمال أم حكومة تصريف أموال يعني الصرف تصريف للأردن وهذا المشروع منين يجي النفط منين يجي هاي تغريدة لمهرد عراقي وطني يصفونه بالتبعي ويصفونه بالتبعي بالذيل والولائي وقلنا نحن ولائيون أما اليهودي اللي يعطيها جنسية بالمناسبة أنا نسيت أقول في المحور الأول الكيان الصهيوني دولة غير مشروعة وهناك قانون أقر في الكنيسة عام 1950 يعتبرون كل يهودي خارج البلاد هو إسرائيلي يمنح الجنسية الإسرائيلية بمجرد دخول البلاد ولو يعتبر إسرائيلي زي شون تضمن ولاء حتى تعطيك خم نصف مليون ويجوك استثمار وما استثمار وينهو لك الحاكمية والسيادة وش أكو قيم وتذكروا قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم في أمان الله اشتركوا في القناة